سلامك ورح لشريف وهو بيتكلم عن فكرة الأطراف وخطورة الأطراف وخطورة حميد أحداد وتحركاته على الأطراف وعلي معلول ودايما علي معلول كرت هجومي ما ينفعش أنه نخسره لأنه بيمثل 40% من قوت الأهل الهجومية ما داشت طالبه بمهام دفاعية فقط بالضبط انت بقى هنا بتميل لفكرة أن بيت سمسي ماني يكمل 4-2-3-1 ولا يعود لترلاتة 4-3 وشايف ايه من وجهة نظرك يقدر يحلل المشكلة دي أنت تطلب بكلين شيت وأيضا الصغرات الدفاعية تقدر تحقق أهداف في القاهرة دايما الطريقة مش هيا المهمة مش مهم الرقم المهم أنت بتعمليه جوة الملعب بالرقم ده زي ما احنا شرحنا كتير جدا فكرة أن أنا ممكن ألعب 4-2-3-1 وأعمل جيم دفاعي زي ما عملت قدام سانداونس في الهوم 2-0 ألعب 4-2-3-1 أعمل جيم دفاعي ممكن ألعب 3-4-3 أعمل جيم هجومي ممكن ألعب 5-3-2 أعمل جيم هجومي مش مهم الرقم مهم التنفيذ في حاجة مهمة جدا حددت معانا جزء كبير من اللي حصل في مبارات الرجاء وهي فاكرة أن النادي الأهلي كان وقتها اللعب الأساسيين كلهم جايين من الفترة بتاعت منتخب مصر كان عندنا إرهاق بشكل كبير جدا من البطولة العربية في توالي الماتشات خصوصا أن لعبت نادي الأهلي تقريبا لعبت كل الماتشات لحد يوم السبت المبارات الثالث والرابع فهي كانت الدنيا برضو ممكن تكون مختلفة شوية دلوقتي أنت عندك خمس أيام تقدر عاجة تاخد اليمين بتوعك تعمل فيه مستشفى تاخد يمين تانيين تبطول النحية البدنية هكون أفضل النحية البدنية النهاردة هتكون أفضل من مبارات السوق فده ممكن يكون اختلافة النقطة التانية والمهمة بالنسبة لي هي فكرة أن أنا إزاي هشتغل على الطريقة بتاعتي دي لقطات شريف بعد يزلك من تمرينة الأهلي النهاردة ولسه بنجيب سري تعليم معلول كأن يعني الزملاء عارفين نحن نتكلم عنه ودي طبعا لقطات من الأرض الملعب ويبدو التركيز على وجوه اللعبين تفضل شريف دلوقتي لما هتكلم عن 3-4-3 أو 4-2-3-1 ده مش المهم بالنسبة لي المهم بالنسبة لي أن الكرة خلينا أقول لك بس أقطع كنا في نقطة هو أنا ليه بقول لك ممكن نلعب بتالت وراء عشان أفضل دايما محافظ على فكرة انطلاقات علي معلول لما يكون في حمدي بين السنتر باكس بيرحل ليفت السنتر باكس يقفل شوية جابة علي معلول ولو لعبت الطريقة مختلفة أنا هحتاج واحد من خط الوسط هو اللي يقفل وراء علي معلول عشان كن أمين معك علي معلول للفترة أخيرة واضح جدا أنه بدنيا مش في أحسن حالاته لما بيفتح سبرينت بيتأخر في مرحلة الرجوع فعشان كده أنا بكلمك في النقطة دي يسند معا أنا برضو هارجي على نفس النقطة ها المهم بالنسبة لي أهم لحظة فتقادها النادي الأهلي في مبارات السوبر بتاعت الرجاء اللي هاتنا عبنائها هي فكرة أننا باخد الكرة في عدد ثواني أدقي هي دي النقطة المهمة بالنسبة لي إزاي النادي الأهلي هي تحول دفاعيا وإزاي النادي الأهلي هيعمل كاونتر بريس دي أهم نقطة بالنسبة لي النقطة دي لو أنت قدرت يتحافز على فكرة إنه دايما الكاونتر بريس بتاعك إنت واقف كويس وبتقطع فأقل عدد ثواني ممكن من أقرب نقطة ممكنة للكورة هو ده اللي هيحد بشكل كبير جدا من المرتدات فكرة الست بلاي أنا بشوف النادل الاهلي ما عنده مشكلة كبيرة جدا في لحظة الست بلاي نادل الاهلي عنده مشكلة أكبر في لحظة الـ defensive transition الترانزيشن بتاعي في الجزء الـ defensive في الجزء الدفاعي أنا عندي في مشكلة كبيرة ليه باخد عدد ثواني كبير جدا عشان أرجع فكرة الارتداد هو مش ان ارتد واجري على الدفاع الفكرة في ان ارتد في مساحة عاملة ازاي المساحات اللي انا بقفلها وانا برتد طالما بقفل المساحات الصحة وانا برتد وتعطيل الكورة بالظبط هيبقى دي النقطة المهمة بالنسبة لي لكن انا برتد بجري في اماكن مش مؤثرة فده بالنسبة لي تبقى مشكلة كبيرة وده اللي بيحصل الحقيقة مؤخرا كان بقى على الطرف اليمين اول شمال يمكن بس جزء الوراء علي معلول باين اكتر لان ممكن بعض العوامل اللي هي يمكن بدنية وفرق السن وكذا بتفرق شوية مع كريم فؤاد او محمد هاني او اكرم توفيه لما كان موجود فعملية ارتداد اكتر من علي معلول شوية ولكن علي معلول بيسيب الحتة دي لكن الحقيقة ان النادي الاهلي نفسه عنده مشكلة في الحتتين دول فالمهم بالنسبة لي هو احنا هناخد كم ثانية عشان نقدر نستعيد الكورة تاني في الكونتر برس خصوصا زي ما ايمن قال ان انت هتلاعب فرقة هي نزلة انت عارف كويس اوي وهو عارف كويس اوي ان هو هينزل هيعمل لو بل ويقف وراء عشان يقفل دفاعاته بشكل كويس ويشتغل على الكونتر اتاك فالفكرة ان الكونتر اتاك ده هو بيتعامل بالزبط تقريبا من عشر الاثنشر ثانية ده المعدل بتاعه العالمي اللي غالبا هياخد اكتر من كده بشوية فرقة زي فرقة الرجاء فالمهم بالنسبة لك هو ان انت التمريرة التانية او التالتة في الكونتر اتاك تكون انت اخدت الكورة او تكون انت قطعت اكتر من كده هنبدأ بقى نشوف المرتدات اللي حصلت في مبارات السوبر واللي كانت مؤس هنبدأ نشوفها تاني في مبارات الكاهرة وده اللي احنا مش عايزين هو يحصل عشان كده في نقطتين مهمين جدا بالنسبة لنقطة الاولانية ان لازم اليو دانج لعب تسعين ديئة ما يكونش ابدا من الاختيارات لان هو اللي هيلفز اللي انت بتقوله هو اللي هيلفز ده بالظبط يعني انت بتقول وانا متخال شكل اليو دانج لان هو اللي عنده القدرة انه يقدر يوقف حتى بفاولاته ساعة بيبقى دويس بفاول يوقف كورة هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر استخلاصا للكورة بس مش ده المهم المهم انه هو اكتر لاعب في النادي الاهلي بيقدر يقفل مساحة عرضية المساحة الطولية ممكن لعيوة كتير جدا بتقدر تقفلها لكن المساحة العرضية هي الاهم تاني حاجة الانتسبيشن بتاعه عالي جدا فكرة ان انا بتوقع الكورة هتروح فين فابدأ اتحرك في المساحة الصحة من غير مبز المجهود ويستد مش مهم في ان انا بجري في اماكن مش مهمة لأ هو العيب بيعرف يجري في الاماكن المؤثرة فعشان كده بالنسبة لي هو العيب مهم جدا في التسعين ديئة مش لازم ابدا يكون من خيارات الخروج حتى لو حصل على انذار لان فيه نقطة مهمة جدا عند بيتسو موسيماني وهي ان اللعيب اللي بياخد انذار دايما بيكون اولوية في الخروج انا مهم عندي اليو ديانج حتى لو مش هيلعب المباراة الجاية انا اهم حاجة عندي الهوم لان انا مش بقى على النادي الاهلي في مباراة العودة لو محقق النتيجة ايجابية فعشان كده بالنسبة لي مهم جدا جدا للنادي الاهلي ان اليو ديانج ما يكونش ابدا ورقة خروج النقطة التانية المهمة بالنسبة لي ان حتى لو الملعب مش يكون موجود في عمر السلية. المسطرة بتاعت خط النص في مصر. حتى لو الملعب مش يكون في عمر السلية. أهم حاجة الملعب يكون في أليو ديانج وحمد فتح. علشان كده أنا بقول لك إنه هو بنسبة كبيرة هي ميل لتلاتة أربعة تلاتة. تكمل كلامك. علشان كده أنا عايز أروح لأيمن عشان يعني يقول رأيه في الكلام اللي احنا قلناه عشان ما يبقاش وانسايت توكس. الفكرة في إن إحنا إزاي هنعمل الكاونتر بريس أو إحنا هنقدر إزاي ناخد الكورة من أعرب نقطة ممكنة.